نستمع مساجد مدينة جنين الآن تنادي مساجد مدينة جنين يحيى تنادي على المواطنين لتوجه فورا إلى مستشفيات مدينة جنين لتبرع بالدم بسبب عدد الإصابات الكبير الذي وصل إلى المستشفيات نتيجة لهذا الاقتحام المستمر ما نستمع إليه الآن من سماعات المساجد نداء على المواطنين بضرورة من يستطيع التوجه إلى مستشفيات مدينة جنين أن يذهب للتبرع بالدم نتيجة لعدد الإصابات الكبير نتيجة لهذا الاقتحام الإسرائيلي عدد إصابات كبير وعدد شهداء كبير قصفا بالطائرات المسيرة وإطلاق للرصاص الحي على كل شيء يتحرك في محيط مخيم جنين يحيى قوات الاحتلال الإسرائيلي يحيى أطلقت النار بشكل مباشر حتى على سيارات الإسعاف وأدى ذلك إلى إصابة مسعفة بالرصاص الحي في الظهر الكهرباء مقطوع عن مخيم جنين الشوارع والطرق تم تدميرها بشكل كامل عدة منازل توجهت عليها فرق الإطفاء اشتعلت فيها النيران بعد قصف من طائرات مصيرة إسرائيلية ما زالت تحلق في سماء المخيم والمدينة حالة من منع التجول تسود في هذه المنطقة حتى على سيارات الإسعاف التي تحاول الخروج من مستشفى جنين الحكومي الذي اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال ودخلت إلى ساحة الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي ومنعت سيارات الإسعاف من الخروج من هذا المستشفى الملاصق لمخيم جنين الإصابات يتم نقلها إلى مستشفى ابن سينة بعد أن حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي وما زالت مستشفى جنين الحكومي حيث تمركز قوات الاحتلال على الطريق الواصل بين المستشفى وبين مخيم جنين مئات السيارات المدنية تصل الآن إلى أطراف مخيم جنين لإخلاء أطفالهم من المدرسة التي حوصروا بها خلال هذا الاقتحام الطويل دون أن تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال بمغادرة المدرسة أو للإسعاف بالوصول لنقلهم مشاهد وصول سيارة للدفاع المدني إلى قلب مخيم جنين وتحديدا بالقرب من مقر الوكالة مقر الأونوروة وصول سيارة من الدفاع المدني إلى مقر الأونوروة في قلب مخيم جنين الساحة الرئيسية في مخيم جنين ونستمع لصوت الإسعاف من الجهة الغربية الآن انفجار في هذه المنطقة انفجار آخر انفجار آخر في انفجارات متتالية يحيى ما زالت انفجارات نسمع صوتها من هنا وكما ذكرت لك شهد هذا المخيم اشتباكات عنيفة هي الأعنف من كل الاقتحامات السابقة هذا ما لاحظناه قطينا كثيرا في هذا المخيم ولكن الاشتباكات التي حصلت اليوم هي الأعنف استمرت هذه الاشتباكات لساعات وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة في كل منطقة كانت حصل فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف الطائرات المسيرة أولا ثم تدخل الآليات العسكرية الإسرائيلية إذن هذا الاقتحام يحيى ما زاله مستمر وعدد الشهداء مرشح للارتفاع مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي وتوغوله داخل مخيم جنين